موسيقى وطبعا زي ما انتم معارفين جرش يستمر الفرح والفرح بكل أصواتنا العربية الجميلة اللي موجودة خصيصا من أجل مهرجان جرش فانت على المسرح تسمع كل الأصوات وأصوات حلوة وأصوات لا طليق غير أنها تكون موجودة في هذا المهرجان يعني الأصيل الجميل بكل مفرداته عبير نعمة أكيد كلنا عارفين في مصر الصوت الجميل اللبناني اللي بيغني أنماط من الموسيقى غريب حضور طاغي على المسرح أينما تكون مع الإحساس عبير نعمة في جرش وكان لازم أن احنا نسلم عليها ونلتقي بيها في التاسعة مساء الخير مساء النور شكرا على المفردين أو يعني صباح الخير متأخر آه صباح الخير متأخر أولا يعني نجمك يعني ساطع الآن والناس بدأت تتبعك كتير قوي وبدأوا يحس إنه فيه رواقح فيروز والزمن الجميل في شكل جيل جديد يعني شكرا أنا يعني أنا بتمنى هيك يكون فيه بصمة مختلفة بصمة جديدة بشخصيتي باللي أنا بقدر أدمه وأكيد محبة الناس هي كل شيء فشكرا على هالحكا هل قدر أقول حضورك على المسرح الطاغي أو في حفلاتك أو في حفلات مصر في دار الأوبرا بحس عندك خبرة عندك طبعا عندك خبرة كبيرة أنا عارفة بالموسيقى لأنك متخصصة فيها لكن عندك كمان حضور أنت عارفة بتغني إيه وعارفة الألات إيه فيه تناغم شديد بينك وبينهم يعني يعني هيدا الموسيقى حياتي هيدا كل شيء بعرف أعمله بالحياة من أنا وصغيرة وهيدا البيت يلي أنا عايش فيه هيدا الدم اللي بيمشي بعروقي هيدا يعني إذا بديك التارج التبعي أني أقدر أعمله بأفضل شكل ممكن وكل يوم في محاولات جادة وجديدة وأحلام كبيرة مختلفة هيك بتكون موجودة عندي موسيقيا فأنا دايما هيك بشغل جاد يعني ولا مرة بتكاسل أو أنه كل حفل بالنسبة لأليه هو تحدي جديد ومسؤولية كبيرة فبجرب كل مرة أقدم فعلا أفضل ما عندي درستك للموسيقى وحبك ليها وهل هو أخرك شوي على أنك تزهري في مشوار الغنى؟ لا أنا بالنسبة لأليه هيدا كله كان تحضير أنا ولا مرة كنت غايبة بس كنت موجودة بمحلات يمكن مختلفة يعني إذا بدك مش كتير بالضو بالبوب ميوزيك بس من أنا وصغيرة من أنا وعمري 16 سنة كنت مثل لبنان بمن أول ما فدت على الجامعة على الأزاك من وقتها بلاشت دراستي الموسيقية كنت مثل لبنان بمؤتمرات دولية على مسارح عالمية إنما كان أكتر إذا بدك التوجه ثقافي بعدين شوي شوي بلشت روح على محلات مختلفة وبلشت إنعرف بغير محلات بس أنا أبدا كانت كلها ماشية مع بعضها بنسبة لأليه وهيدا بيغنيني أكتر يعني الدراسة الموسيقية بس بدي أقلك شغلة دراسة الموسيقية بالجامعة وبالمعهد كتير مهم بس كتير مهم التأثير بالبيت يعني أنا بعتبر حالي كنت طالبة يعني تلميذة موسيقى كوى البيت من أنا وصغيرة مع البابا يعني هو كان أستاذي الأول فعلا إمتى بدأت في ملامح الموسيقى تبان عليكي وانتي طفلة يعني من أنا وعمر سنتين ثلاث سنين يعني فيه تسجيلات أنا وبهيدا العمر عم بغني وعمقلف كنتي بتغني مع بابا؟ آه كنتي بغني مع بابا وكان بابا بيس بابا صوته كتير كتير حلو وأول شي مع الماما يعني هي كانت المقدسة بيت كله يعني آه لا هي الماما صوته يعني صح بس مش البابا هو يعني الصوت الجميع الماما بتكتب شعر وهيك آه بس بعدين البابا انتبه على الموهبة أكتر وصار هو إذا بديكي هو المرافق يعني صار هو يقلي مثلا في عندك هود الكاسيتات عندك أسمهان وانكل صوم وهيك وأنا اتلقى بسرعة يعني اخد الكاسات كنتي بتغني ايه كنتي بتلعبي ايه كنتي بتقولي ايه كنتي بغني قوي كل يوم كنتي بغني كل نهار ايه بقة ايه اللي كان دايما تغني في السن السبع الأول غنية أول غنية تعلمتها بحياتي هي كانت واسع واسع متل الملعب لماجدة الرومي وامبسطت فيها لأنو فيها يعني فيها فوكاليز وهيك كان عمري يمكنكي 3 سنين سنين كنت بتعملي فوكاليس بصوتك لأ سمعيني سمعيني جزء نسمع حاجة جزء نسي الكلمات عمل تجري قبلي وبحري تطلع كبري وتنزل قبلي وبحري تنزل ووادي تطلع كبري تحود مرة وبعدين دوري متقول وابور رايح على فين هم بتكفل غنيية دي أول أغنية وكان عندك ثلاث سنين يا برقر دي أول أغنية لعبد الوهاب كان عمري تمان سنين تمان سنين بس أغنية برضو صعبة لفيروز أول غنية تعلمتها كانت أول غنية لفيروز حاجات بقى البسيطة لأكيد نسم علينا الهوى لا 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 مش دول أنا ما كنتش بعرف دول كان البابا بيجيب الكستات كان بيحط لك الحاجات الصعبة خليني أفكر بس أنا كنت هقولك أنت من تنورين في كتير ممثلين وفي كتير أشخاص فيتوا على السينما المصرية وأسروا حتى بصناعة السينما من تنورين يعني وأنا بشوف كده أنت من تنورين قلت لازم عبير تقول هدير البسطة لأن غنتها فيروز يعني على ضيعة تنورين على ضيعة تنورين طيب يعني إذا كان المشوار كله موسيقى قررتي إمت بقى تدرسي بقى الموسيقى أنت موهوبة طفلة بابا بيساعدك في البيت ماما بتكتب شعر فأني أنت جاهزة يعني متحضنة بالجو الفني قررتي إمت تدرسي الموسيقى أنا من الأول بدي يفوت على المعهد البابا كان رافض بعدين تحت الضغط الشديد من كل الأشخاص يلي كانوا يسمعوا صوتي وهيكي فهو قال أوكي يعني كان عتلينهم أنه أنا فوت بهذا المجال بيخاف كتير بالنسبة لأله هي الموسيقى يعني مهمة تكون لتربية الإنسان وثقافته وهيكي بتحضروا إنسانيا لكل شي بس مش تايي يكون فنان كان يعتلهم بعمر الخمسة عشر بلشت بدراسة الموسيقية بالمعهد وبعدين بالجامعة تخصصتي على ألات معينة كمان؟ ايه هو التخصص نحن عنا باللبنان يعني في المعهد الموسيقى وفي الأكاديمية الجامعة يعني بدراسة الجامعية تخصصت موسيقى يعني ميوزيكولوجي وبالمعهد درست عصف على الأنون ومع ديبلوم عالي بالموسيقى العربية والغناء العربي أنا عرفت أنت بتعزيفي أنون وعود؟ لا أعود لا أنون بس؟ أيوة عزفتي مرة في حفلة من الحفلات أو فكرتي؟ هلأ كانوا عم بيقولولي أنه في الأخوانش حادي بموجودين بمهرجان جراج كانوا أصدقائي وكانوا زملاء لقلب الجامعة فنحنا كنا عاملين فرقة موسيقية بالكلية كنت أنا أعزف أنون وهن يعزفوا بزوء وإقاع فكنا عاملين وكان أكيد الفرقة فيها عدد أكبر من الناس بس كنا نتمرن وكنا نعمل حفلات فكرتي مرة وده يبقى شكل جديد لمطربة تعزيفي أنون وتغني حاجات ولو قصيرة على الآلة دي سألت القانون حساسة قوي متليق جدا على صوفي أنا أول مرة أعزفت وغنيت بنفس الوقت على القانون هتفتكريني لو عملتك هفتكرك وههديك الأغنية وهحضر وهحضر هتحضري أيوة لأ لازم يعني يوما ما ما بعرف عبير نعمة برضو أنا كل ده بكلمك قبل مرحلة وجودك على المسرح كمطربة كمان أنت مدربة للأصوات ومحكمة آه يعني ده في مرحلة أنا دلوقتي هلأ من بعد جراش سيفرة دغري على أمريكا على باستن عندي ورشة عمل موسيقية مع يويوما العزف الشهير للأتشاليست مع السلك رود بجامعة نيو إنجلند كونسرفاتوري بعدين عندي كاملينة بالريتريت مع كاملينة بمونت هولويك يونيورسيتي مع سيمو شهين ففي هيك حب كتير أنا من نسبة لأيالي لأنه التعليم وهيك ورشة عمل يعني في عندك طلاب أو موسيقيين محترفين جايين من كل العالم من كل الجنسيات ينفع أقول عليك لقب المطربة الأستاذة لأن أنت بتغني وبتعلمي لا لا أنا مش أنا أنا لا أنا موسيقية موسيقية ما يعني أنا بعد ما أخدت إذا بديك شئ الأكاديمي إن التعليم ما أخدتوا بشكل أنا فعلا أنا على المسرح يعني أنا بغني بس أنا بعطي ورشات عمل موسيقية بأمريكا بأوقات معينة من السنة مرة بالسنة مرة كل السنة بأعتقد أني راح أتفرغ لهالشي يمكن بعدين بعد عشرين ثلاثين سنة إذا الله عطانا على العمر بس دلوقتي أنا لأ أنا في المسرح وبغني وكده وما معي وقت أعطي دروس خاصة يعني بس هيدا الشي موجود لوقت اللي لازم يبينه أحيانا وجودك في مهرجان جرش واللوجو بتاع الشعار يستمر الفرح والموسيقى هي فرح فوجودك على المسرح كلميني على يعني الأجواء والتحذير تحذير هالمرة كتير خاصة واستثنائية لأنه راح كون بالحفل أنا وخيي جورج نعمة كمان اللي هو صوته يعني استثنائي صوت من أحلى الأصوات بالعالم العربي عائلة كلها البيت كله موسيقية يعني نحط ودنا كده نسمع موسيقى بس كل الوقت كل الوقت فالتحذيرات يعني فيه ريبرتوار اللي العالم ناطرة تسمعوا الأغاني الخاصة وفي هيك كم أغنية مختلفين يعني أغنية طرابية من هون موشح من هون هيك شغلات حتنطقوا بقى حاجات مختلفة في ديو في كم شغلة راح نغنيون ديو أنا وجورج وفي ريبرتوار خاص لكل حدا منا أكيد يعني سأل الله كل التوفيق بالنسبة حفلات الحفلة في الأوبرا وأول مرة تقابلي جمهور المصري في الأوبرا كان شعورك؟ رهيب أنا أصلاً وراء الكواليس دايماً عندي توتر شديد يعني وكتبعتها الكتير هام يعني الحفلة بتاخد من عمري مش بس من أعصابي فكان كتير خصوصاً إنه كان فيه على المسرح أكتر من مئة وعشرين موسيقى وهيك اللقاء الأول دايماً بيكون فيه رهبة كمان خاصة أنت قال أنا من جمهور المصري؟ أنا أنا عشان باحترم جداً الجمهور المصري باحترم الجمهور باحترم الناس جداً مشين هيك أنا بالنسبة لقالها مسئولية يعني أنا بدي أقدم لهم شيء يليق بالهن ناطرين يسمعوه بإيمتهم فدايماً في هيدا التحدي دايماً في هيدا هو هو قلق مشروع قلق الفنان بس أنا شايفة كمان لحجتك المصرية شطرة جداً يعني عاوزة نتكلم مصري يعني أتكلمي زي ما أنت عايزة بس أنا بس هيك مثلاً هلأ بتثبت بس روح على مصر ما بتعود تثبت ولا كلمة معي بس أشان إحنا بنكلمك مصري لأ بس بدي أسعى بحبي أعمل غنى المصري المصري كل حاجة أنا بحب اسمعوه القديم والجديد كتير لما نسمعوه حاجة قديمة والجديد بحس إنك عيني وفرحتي وآمالي وفي كل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس إنك عيني وفرحتي وآمالي مخلوق في الدنيا لي مخلوق في الدنيا لي ومش لحد تاني آه 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 دا شعوري نحيتك الله 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 طب ومن الأصوات الجديدة بقى إحنا عندنا طبعا في مصر ألوان كتير من الغنى والحقيقة الدنيا يعني اتجاهات كتيرة قوي بتتسمعين؟ آه بسمع لي مين آه يعني أكيد الهضبة طبعا كلنا نسمع له شرين بحبه كتير كتيرiciency آآ آآ آمال ماهر صوت عظيم مي فاروق بتاخد العقل آنغام طبعا يعني العظيمة انغام آآ آآ يعني في كتير أصوات رائعة بمصر م Central أنا نسمع حاجة صوارة لأي حد الهضبة احبيبية نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي الله 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 مش خايفة من التنوع الشديد فيه تنوع جميل عالي وفيه بعض الاتجاهات العشوائية في الغنى يعني الدنيا زحمة فيه زحمة غنائية كبيرة فالمفروض يبقى موجود في السحب حيبز المجهود مضاعف مش قلقانا منه ولا ماشي في اتجاهك ومش بتبصي عالده هو حلو يعني من ناحية صعب ومتعب بس من ناحية كمان محفز يعني انه محفز لقلك انه انت دايما تجربة ما تكوني مرتاحة انه ما فيه مثلا غيرك بالحياة لا الدنيا بكل زاوية فيها جمال بكل زاوية فيها موسيقى فيها المنيح وفيها المش منيح فانت دايما تشتغلي على حالك اكتر لتقدم شي خاص فيك يشبهك لك هيدا الشي اللي بيبرز يعني بديك تجربة بها التنوع الكتير او بها العجقة والخفقة اللي موجودة انك تلاقي زاوية لقالك خاصة وانا بعتقد انه فيه مكان لكل انسان يعني لكل حدا انا بلاقي انه الصدق والاحساس هيوصل مهما كان كمان اكيد اكيد بالنسبة لك كمان انا بحس انه الفن ده مالوش جنسية ومالوش وطن مفتوح يعني النهاردة عبير نعمة بتغني لبناني ممكن تغني بلهجة خليجي مصري تونس جزائر مغرب هل انت مفتوحة على هذه الافاق يعني جدا انا اصلا بحياتي العادية يعني انا بغني 29 لغة بس الموسيقى العربية اكيد الى مكان خاص هايديك كلها هيك تجارب وثقافات وكذا والموسيقى ليش تما بنا نغني 49 لغة بتغني 29 لغة هما ايه بقى ممكن بس نقول اسماءهم اه يعني هايدي انجليزي فرنسوي الماني اسباني ايوا اسباني ايطالي سرديني فارسي اه 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 29 لغة هندي هندي طبعا تركيا طبعا ارمني ارامي ازربيجاني لا 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 عايز اسماء حاجة اسماء حاجة غير العربي يعني فوست 29 دون اختاري حاجة غير العربي نول اه اعايز حاجة غير العربي نول موسيقى نحنشو اللهة 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 بتكلمي لغات ده كمان چطورك بلا دون ارأاني هن Throughout you هي دي الثقافة اللي بنتكلم عليها إنه زي ما قلتلك إنه الفن ملوش جنسية يعني وبالذات الصوت حيبقى حابب يغني بكل اللهجات واللغات ويعيش في عالم الموسيقى يعني أكيد يعني أنا كان عندي الحصز إنه اتعلم هال اللغات وهالموسيقى وهالأنماط مش كرة أوكي يعني مش إنه أنا بحب إسمعهم وحبصهم بالبيت أنا سفرت لمدة سبع سنين ست سنين ونص حول العالم بوثائقي اسمه اتنوفوليا موسيقى الشعوب وثقت هيدا الموسيقى واخدت جوائز عليك فهي دي الحالة الخاصة يعني أنا عشت مع الناس طبقت معهم رأصت معهم دبكت معهم شفت كيف بيصنعوا إليتهم سمعت قصصهم يعني تعرفنا من خلال الموسيقى على التاريخ والجغرافيا والإنسان حس أن كل اللي قلت ده بيفرق معاكي وانت وقفة بقوة على المسرح انت مش أي برضو مطربة يعني انت عارفة الثقافة الموسيقية عارفة الآلدي ايه وعارفة تاريخ ده ايه وعارفة الغناء ايه وقدرة تحدديكم هور فارق معي فارق معايا أني أنا بقيت حسة أني أنا إنسانة بنتمي للكون كله مش لجنسية واحدة يعني أنا لبنانية بقلبي بجزوري بتربيتي بس أنا فينكون مصرية فينكون هندية فينكون إيرانية فينكون أفريقية من كل يعني طبعا أنك تكوني بديك تعيشي تقاليدون وتعيشي معهم مش هيني بس بقصود إنسانيا أنت منتمية للكون نفسه للإنسان بنتمي للإنسان مش لجنسية لمكان واحد بالأرض جميل عندك اختيارين عشان قبل ما نروح على الختام لأغنيك الحلوة بعدي بحبك عندك وعندك أغنيت يلا نحس بلا ما نحس بلا ما نحس تقول لنا حاجة منهم يعني اتنين أحلى من بعض خوفي قل لك شو بحس لك ونبطل أصحاب وتبرم فينا الدني فجأة ونصفي أغراب إحساس خايفي منه وسنين عم ببعد عنه واليوم قلبي حاسس بده يقول بحبك بس معقول قلبي تأخر والبيني وبينك نخسر والصحبي اللي كانت حلوي تخلص بلا ما نحس 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 الله حلوة وكلمتها حلوة وأحساسها حلوة أنا سعيدت بيك سعيدت بيك إنسانياً سعيدت بيك بثقافتك الموسيقية بروحك أنا حاسة أنك فراشة كده جوا الموسيقى وفراشة يعني جواها موسيقى وبتغني بتمنى لك كل التوفيق ومنتظرينك في مصر ومنتظرين أعمال جديدة تفاجئين بي ومش غريبة عليك أبداً الله يخليك أنا بشكرك على هاللقاء الاستثنائي وأنا بوعد الجمهور المصري بلقاءات قريبة أنا بـ 28 أغسط من الله راد بمهرجان الألعى بعدينها بـ 3-9 دغري من بعدها بدار الأوبيرا المصرية بعدينها بمهرجان الموسيقى العربية كمانا ونحن على موعد دايماً وفي أغنية مصرية كمان هلأ عم تتحضر كمان أنت كده حتختم اللقاء أنت جاية إن شاء الله قريباً القلعة قريباً مهرجان القلعة قريباً وأنت على شاشة القناة الأولى برنامج التاسعة اختمي مع جمهور المصري بالقنية اللي تحبيها دلعيهم بقى على طريقتك تقولي إيه طلعت يا ما أحلى نرها شمس الشموسي يلا بنا نملا ونحلب لابان الجاموسي أطلعت يا ما أحلى نرها شمس الشموسي يلا بنا نملا ونحلب لابان الجاموسي الله 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 في انتظارك في محكة القلعة وفي مصر ومع الجمهور المصري بشكرك بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تبقى متقلقة في حفلتك في مهرجان جرش عبير نعمة كل التوفيق شكراً لحضرتيك وشكراً لجمهور المصري العظيم ونحن على موعد دائما برسي شكراً للمشاهدة